موسيقى المكون الثالث يا شباب اللي حنتكلم عليه وهو Control Plane Control Plane Node Control Plane Node يعني هذا من سيأخذها Data Plane ستركز Edge Nodes Control Plane المكون الثاني أو الرول الثانية من مهام الراوتر عملية Control Plane وهي عملية توزيع راوتنين بين أجهزة الشبكة الراوتر نرمز له بالرمز خلال دورتنا هذا يعتبر Lisp Server أو Map Server أو Resolution Server أو Registration Server ماذا الهدف من وجوده يا شباب؟ الهدف من وجوده بكل بساطة إنه كل الأجهزة أو كل الأجهزة اللي موجوده هتكلم عليه لما يجي تكلم على جلسية كيف SD Access يعني بتشتغل هذه التقنية إنه أي جهاز من ال End Users هذي شابك على ال Edges ال Edges هيروح يسوي لها Announcement هيروح يسجلها فين؟ هيروح يسجلها على Control Plane نود هذي أوكي لما هيروح يسجلها يعلن عنها أو يسجلها سيستخدم بروتوكول معين هذا البروتوكول يسمى ب لسب 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 بروتوكول هذا اللسب بروتوكول يا شباب عبارة عن Control Plane بروتوكول بروتوكول سأتحدث عنه سأتحدث عنه سأتحدث عنه حيعلن عن ال Edges سأتحدث عن هذا ال End Users اللي شابكين عليه وحيروح لي ال Control Plane يقول له هذول ال Users اللي 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 شابكين علي خلينا أذكركم بشغلة برضو قبل ما يعني أروح للجزية هذه من النود هذا أو من المكون هذا إيش هي الجزية اللي أبا وضحها تتذكر يا شباب قلنا من المميزات اللي جات بها تقنية ال SD Access إنه عندنا ال Edges هذه أوكي حينبني تابل داخلها اللي سميناه Local Station تابل ال Local Station تابل يحتوي على ماك أدرس حق ال End User أوكي يحتوي على البورت نمبر اللي شابك عليه ال End User ال IP أدرس أوكي صار عنده كذا اللير 2 يعني ال Edge متوفر داخله متوفر داخله أيش متوفر داخله اللير 2 information اللي هي موجودة في traditional network زائدا اللير 3 information طيب الآن سنذهب إلى النقطة الثانية لكي نعرف ما الفرق بين عملية و Resolution مهم جداً هنا نذكرها لأنه بعد كده سنبدأ نكررها عندما نتكلم سواء في شرح كيف تعمل تقنية أو حتى من خلال اللابات خلص يكون مع المصطلحات هذه ما الذي سيحدث الآن Edge 1 دعونا هذا نقول Edge 1 هذا هو حياخذ المعلومات الخاصة بال IT user و IT 1 أو IT 2 وحيروح يرسلهم لمين لل C اوكي control plane لما نقول نروح يرسلهم باستخدام الملس بروتوكول هذه العملية تسمى بعملية إيش الريجستراتيشن تسمى بعملية الريجستراتيشن أوكي طيب عملية الريزليوشن كيف تصير عملية الريزليوشن لما نجي IT 1 يبغى يوصل ل sales رقم واحد end point أو الend user رقم sales 1 فهيجي أوكي بالطريقة اللي تكلمنا عليه وشرحناها قبل إنه خلاص والR بالdefault قتوية حق الSubnet الثانية أو هذا يعتبر في version network ثانية السيلز أوكي هسوي R request فيபريكوست الأول مرة للdefault قتوية الخاص بالشبكة اللي عليها sales 1 وبعد ذلك سيصل إلى الـ switch هذا سيلاقي أن الـ subnet أو الـ IP address الخاص بـ stays 1 لا يوجد في الـ local station table لا يوجد في الـ local station table سيلاقي بس ماك أدرس و الـ port number و الـ IP حق IT1 و حق IT2 فقط لا غير لهذا المجموكين عليه بشكل مباشر فإيش حيسوي الـ edge switch هذا؟ أو الـ edge node؟ حيروح يسأل إحنا أول قلنا يسوي أنه صح؟ سجل الآن حيروح يسأل مين؟ يروح يسأل control plane عملية أنه هو يروح يسأل برضه باستخدام الـ protocol all the time هذه العملية تسمى بعملية الـ resolution عملية الـ resolution يعني يروح يسأل يقول له يا مستر control plane node يا سي أنا أو أحد من طرفي اللي هو IT1 عموما يبغى يوصل للـ sales 1 يبغى يوصل للـ sales 1 يقول له طيب أوكي تقدر توصل للـ sales 1 أو خلي عشان توصل للـ sales 1 لازم أوكي تتكلم أو توصل أو تبني tunnel بينك وبين الـ edge رقم 2 هذا أوكي لأنه الـ sales 1 هو behind الـ edge رقم 2 أوكي behind هذا الـ edge كيف ستصير هذه العملية؟ سأشرحها بعد كده لكن خلينا ناخد الـ high level understanding من الموضوع فعرفنا كده إيش الفرق بين الـ resolution و الـ registration وعرفنا برضو إيش هالدور اللي بيقوم في الـ control plane node هذي وإنه الآن control plane rule بتقوم بعملية tracking كل الـ end points اللي موجودة داخل فابرك نتور كيف يعني؟ خلونا نشوف إيش الشكل أو يعني المحتوى اللي بيكون داخل الـ control plane node المحتوى عبارة عن إيش؟ المحتوى عبارة عن معلومات هذه المعلومات موجودة داخل الـ control plane تسمى تسمى يا شباب أوكي الـ end أو identity الـ end point identity أو الـ end point ids وهذه الـ ids وهذه الـ ids هي عبارة عن إيش؟ عبارة عن الـ i-b addresses للـ end point هذه أوكي أو المعلومات يعني خاصة بها الـ i-b addresses الماك addresses etc. يعني وتحديداً الـ i-b address الـ port number ماح يكون يعني its local significant على الـ switch نفسه اللي هنا ماح يروح لـ control plane node فكيف شكل الـ table الـ table أول شيء هيحتوي على الـ end point ids وحتكون مابد لحاجة اسمها routing locator r-locks the r-locks هذه هي عبارة عن إيش؟ هي عبارة عن loopback i-b addresses رقم 2 رقم 2 أوكي فالloopbacks هذه هي اللي احنا قاعدين نتكلم عليها اللي هي r-locks تمام؟ ففي الحالة هذه لو نبغى نشوف الـ table اللي موجود داخل control plane حيكون محتوي عليش يا شباب خلونا نرسمها مع بعض حيكون محتوي على الـ اللي هو الـ ids الـ end point ids في الحالة هذه عندنا خلينا نقول it-one it-one طبعا هيكون هنا المعلومات عنه اللي هي الماك address و الـ i-b وحيكون المكونة الثانية اللي هو r-lock اللي هو routing locator حيكون يقول له والله تبقى it-one روح لي الـ edge هذا اللي هو edge ورقم واحد أوكي هنحط edge ورقم واحد loop back one بعدين عندنا sales sales one برضو الماك والـ i-b وهذا عشان توصل له موجود فين موجود وراء الـ edge رقم اثنين هذا edge 2 موجود في edge 2 loop back address حقه loop back 2 أوكي فهذا الجدول اللي أمامنا الآن يا شباب هذا اللي هو أوكي موجود أو يحتويه الـ control plane node control plane node هذا يعني هو المخ اللي موجود داخل الفابرك اللي يعني بيوجه وبيوزع الـ routing information وما بقول routing information عشان ما تفهم بالطريقة هذي لكن بيوزع الـ edge أو الـ end point information بين الـ fabric network devices اللي هي داخل الـ SDA fabric network نقطة أخيرة يا شباب حابب أذكرها اللي هي أنواع control plane control plane not زي ما انتو شايفين برضو برضو again هو physical devices يدار من قبل D-NAC زي ما شرحنا قبل شوية وانسوا انه خلاص الـ device هذا discover من قبل D-NAC هيدار من خلاله وانه طبعا هذه physical appliances زي ما انتو شايفين ممكن 3850 3500 6500 6800 9500 catalyst وانه 9500 وانه الـ Nexus الـ 7700 series طبعا هذه يعني خلينا نقول example من الـ switches اللي هي support L-SDA capability تقدر طبعا فيه update من فترة فترة سيسكو بتنزله على الـ capabilities اللي موجودة داخل كل سويتشات فتقدر تتابع هذه النقطة من خلال موقع سيسكو في الفيديو الجاي هنبدأ نتكلم على بقية مكونات الـ SDA تكنولوجي موسيقى 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 موسيقى